موسيقى نتحدث عن مفاتيح السعادة اليوم نفتاح من هذه المفاتيح المفتاح الخامس بعد أن تحدثنا عن الصلاة وتحدثنا عن بر الوالدين وتحدثنا عن ذكر الله وتحدثنا عن المشي في حوائج الناس كلها هاي بتجيب لك السعادة اليوم أتحدث عن القناعة ما أحوج الناس إلى القناعة في زمن تسخط فيه العباد ما أحد عاش بوشي القناعة للغني وللفقير القناعة هي الرضا بما قسمه الله لك في كل شؤون حياتك الرضا بالرزق والرضا بالعقل والرضا بالشكل خاصة عند النساء لماذا هذه أجمل من هذه وعند الشباب لماذا هذا أوسم من هذا وهذا أغنى من هذا في قاعدة يجب أن يعرفها الناس عطاء الله عز وجل للعباد عطاء واسع عطاء عظيم لأن الله عز وجل ذو فضل على عباده أنت في الشياء ما تعرفها وما تعرف قيمتها لو انحبس البول في مثانتك وما عاد يخرج أدى شب تدفع لي يخرج هذا غني لكن مصاب برئتيه وبكليتيه عنده غسيل هذا دارس لكن طلقت زوجته كل واحد عندهم صيبة لا تفكر أنه الإنسان من حيث الظاهر أنه في نعيم على أي حال ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس اللي بيرضى يعيش 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 سعيدا أخواني الكرام الإنسان أكثر من رغيفين بياكل وإذا كان أكيل خليهم ثلاثة وإذا أكله بين دمها ما عاد يعرف يوين يروح فيهم وشفاء من الكراهية كره الناس حتى يوم الجمعة الماضية حكيت في المنبر النبي عليه الصلاة والسلام قال من أمس منكم آمنا في سربه معافا في بدنيه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها حتى هي ما كانت موجودة عند النبي دليل يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار آمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاور اليهود لا يأمن مكرهم حطوا له السم في الطعام معافا في بدنيه النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثر بالسم وأرمع سنوات يعاني من المرض يعني الإنسان على شو باء يعني ما حدا عنده قناعة يا أخوانا الكرام القناعة طريق السعادة ماذا تعيش سعيد النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه قد أفلح يعني قد فاز لإسلام الإسلام محكي الإسلام هو الاستسلام كيف الإنسان يستسلم بين يدي الطبيب قال لك شف لي عن بطنك شبت له ما دخلك قال حاضر عكس كل ممنونية هذا هو الاستسلام يقول لك عود على الكرسي شو بيعطيك وصفة تقول الله يزيك الخير هذا هو الاستسلام نحن هيك مستسلمين طبعا إذا نادانا النداء الصلاة خير من النوم نسمع نداء الله قد أسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا الرزق الكفاف الرزق الذي يكفيك ويكفي من حولك أمك وأبوك هذا الرزق كافي ما تحتاج لأحد إن أخوانا الكرام الدنيا قد تأثي لكن الدنيا في إلى ضريبة الدنيا مع هم خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هم أم اللي عنده سيارتين يعبيلهم بنزين بدل سيارة سيارتين وغير لون زيت وهي نطعجت وهي نطرقت لو كانت وحدة كانتك فيك أرياح صدقت لعنده محلين بيتابع المحلين وصاروا ثلاثة هذا سرأ وهذا نهب وهذا أخذ بالدين ومعد عطاه خذ من الدنيا ما شئت تحفظوها وخذ بقدرها هم قناعة سأن أتاه الله لذلك الأولين ما كانوا يحبون أن يتوسعون في الأرزاق ما في كان الأرقام الفلكية التي يتعمل بها الناس في هذه الأيام آلاف الملايين أكبر تاجر كان شو شغلته يأكل ويشرب وطلع زكاة وليزيد ويوزعه أكبر تاجر مثال للتجار هنا البزورية بعد الساعة خمسة ما مشتغلوا ليه نروع لبيته كفاهة الكافي يروح يصلي يحضر له مجلس علم نحن صار الآن من العشرة للإدعش سألت أخي من أخوان الكرم محلة تقول له أنت بتسكير مبارا نسأله لكن محله بعيدة ولا على طريق قال لي إدعش بعد العشاء بخمس ساعات يلصي رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه لو الإنسان جابطون تفاح البيت معهم مصاري كثير قناعة 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 أخوانا الكرام ذلك كان الإنسان يتزوج يموت وينتخل إلى الرفيق الأعلى يموت زوجته لا تزوجها ولا تطلقوا ولا مخالعات لا أحد عاش بو حدا لا المرأة عاجبها زوجها ولا الزوجة عاجبها الرجال كل واحد عم يغني على على ليلاه طيب هذا طبعا للإنسان سبحان الله لذلك يأتي الشرع تأتي هذه المجالس لتهذبنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث تعرفوه بيعرفوه الشباب يأخذوه بكتب الدياني هو أبن عباس لو كان لابن آدم واديان من مال وشنتي ولا طاولي ولا أتسيارة وادي واديان من مال لابتغى ثالثة لك في نقلب ولا يملأ جوف بن آدم إلا الترب ويتوب الله على من تاب حتى تتوضح معنى القناعة ليس معنى الإنسان ما يشتغل يشتغل إخواني الكرام ماليش يعمل يدأب ولكن إياك أن تستكلب على الدنيا ليس مجلس علم لازم يكون الجامعة هلها للأبواب وين الناس ويوم خميس ويخلص بكير ما في قناعة ما في قناعة ما في قناعة وفوء من الهوى وإبليس والشهوة إني بليت بأربع يرمينني بالسهم قد نصب علي شراكة نبعيد إبليس إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن في كاك لذلك القناعة عمل من أعمال القلب القلب هو الملك والجوارح من الأعضاء إيدك وعينك ورجلك ولسانك وفمك متى ما اقتنع عن الإنسان كاف إنسان كان أحد الصالحين عنده كسارات من خبز خبز يا بيس نسكون ولكون بالماء قال من قنع أو قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد بتاكلوا ولا ما بتاكلوا الحمد لله ألا بنواح نعم يكفي ما عم يبعتولي نحن صفيانين بل شي البراد فاضي لا قناعة علموا أولادكم القناعة أخوانا الكرام أولاد الجيل الآن الجديد علموهن يها وافتعالا أنه بكرا نحن ما حنطبخ حنأكل مما بقي من يوم غد وقبل غد عنا لقمية مجدرة زايدة وعنا شوية سبانغ زايدين لا بكرا هذا الإنسان وهي البنة ما بتحسين تعيش مع زوجها ليه ما علموها على القناعة نحن ما بنأكل إلا بتازة بتازة الدنيا هل تبقى على شكل واحد اليوم معك بكرا ما معك اليوم في حدا كان اخطر بباله وبخياله أن يقف الناس على الطوابير لا من أجل الوقود من أجل الماء في بلد كنا نقول إذا فيه بركة بالشام بعد بركة العلم بركة المي وين ما رحت بقلولك ساحة السبع بحرات وين ما رحت بقلولك النوفرة وين بقلولك بردة بقين مهم حال تتغير والله يا أخوانا الكرام أنا بحان الله كنت أتوضأ اليوم خطر ببالي هيك خاطر مي باردة مو باردة بوز رسمي لما عميقلك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الوضوء على المكاره أول شيء هي إلى تفسير من ناحية الطبية أذكرها في غير هذا الوقت كمان أقول لك هيجي زمان لا يجد الناس ماء فاترا قناعة ذلك القناعة عمل من أعمال القلب نوجه أولادنا كان الإنسان يستطيع أن يشتري لباسا في الصيف ولباسا في الشتاء خير إن شاء الله وهالشتاء بلى في جاكير في كنزة خلاص بلى أحيانا الله إلى كان أحد الصالحين إذا جاء الصيف تصدق بلباس الشتاء يقول له يا سيدنا أهل بيته يقول له لئن أحياني الله إلى قابل الشتاء الجاية إذا عشنا نشتري طيب هلأ شلومنا نزرع القناعة تعرفوا شلوم بيزرعوا الشعر في إلى عملية نحن من نزرع القناعة إن شاء الله في قلوب أحبابنا اليوم السامعين والحاضرين أول وحدة الرزاق هو الله رزقك على معلمك لا رزقك على الدولة لا رزقك على أخوك اللي عم يبعت لك خرجية ومصروف من برة لا وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين رزق بده يجيك رزق لجوز ما تساوي شيء انت مكتوب مكتوب انه يجي صحيح وهزي مرة روانا أحد الأخوي الكرام قصة من شيء حوالي ثلاثين أو أربعين سنة يعمل في الشاي كان وكيل الشاي في الشرق الأوسط مركزهم في جدة طلب من السكرتاريا عنده يطلبوله شاي سيلاني من الهند من تلك البلاد خمسة آلاف طون السبعينات كان هو خلص سبيت سبيت التاجر قالوا له نسبت الطلبية قالوا نسبت الطلبية بدأوا بإرسالها طلعت من الموانئ المستودعات يقول له أمين المستودع أنه يعني الكمية مو مثل ما متفق عليها شلو مو مثل ما متفق عليها هل لسه فيه كمية كمان موجودة في الميناء أثناء هذا الكلام تشتعل حرب فيتنام وأمريكا بنط طون الشاي مية أو مئتين دولار ارتفع سعر الشاي راجع الطلبية إنه شلون خمسة آلاف طون وإز السكرتاريام خربطين عنده وضايفين صفر زيادة صارت خمسين ألف طون الزلمة بأرضه ربح أكثر من مليار مين اللي رزقه أرزاق 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 أيام بيأخ بيأخ بيألك وين أنت تعال مر لا عندي وخود الشغل قال شو هذا والله كان فلان اناله تعال اما اجاه شوف ترقم تليفونك اتعالي اذا انت قريب ارزاق رزق الرزاق مين الله امنه الله اللي بيعطي واسألوا الله من فضله شوفوا الله تكفل بارزاقنا اسألوا انسان الان متزوج وعنده اولاد وعنده بيت قال له كيف وشلون قال لكم ما بارك قال لكم وقت ديني فلان وفلان عطاني وسجلنا بجمعية وادري ايش وقات السيارة قال له والله سبحان الله بعت السيارة القديمة جاء بي عطاني مدري ارزق ارزاق طيب ارزق من عند الله اقتنع ما كان لك سيصل اليك ولو على ضعفك عدم مكتوب اتمنى الآيات الأربع تحفظوها لانه هي من اجمل آيات القرآن يقول عامر بن عبد قيس اربع آيات من كتاب الله اربع آيات اذا قرأت حلاه للناس واجه فأس وما بيصير بناطح القدر وبناطح الدنيا لا اله الا الله قل له شوف اذا ايه لك هتعقده مشان فتاة اذا هي من نصيبك الله بيصير لك ياه ما من نصيبك امن بالاستخارة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد ايه بسورة فاطر فزوها وراجعوها بالدرس على الفيسبوك اتنين وإن يريدك بخير فلا راد لفضله ايه بسورة يونس الآية الثالثة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هي بهوت ما في دابة دابة كل ما دب على الأرض فهو دابة نحن نمشي على الأرض دبيب رزقنا على مين يقول لك يطلعوني من البيت الأجار يطلعوني ليس مستطلع لما كان أحسن كون مؤمن والله يتكفل فيك بالنحية التجارية يقول لك من يكفل لك بس واحد من التجار يكفل لك يقل لي عندي تصلوا بزيد أو عبيد من الناس اللي لهم مقام بالنسبة لفلان عندي خلص أبى الله أن يرزق طالب العلم إلا من حيث لا يحتسب الآية الرابعة سيجعل الله مبعد عسر يستخد هذا أمل نبي الله كم الآيات الأربعة هعيد هدول بدون درس أربع أو أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتهن مساء أو قرأتهن عن الراوي إذا أنتوا قرأتوهم إذا قرأتهن مساء لم أبالي على ما أمسي بكرة يأخذوا البيت بكرة بدون يروح احتياط بكرة بدون يسافر بكرة بدون الدينات وإذا تلوتهن صباحا لم أبالي على ما أصبح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد أثنين وإن يريدك بخير فلا رد لفضله ما أبدأ بيمسك الخير عندك الآية الثالثة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين رزقنا على الله وعلى العباد قالوا لك بعد ثلاثة شهر ستوقف الشريكة من نشهد الشركة اللي عم الطامي الآية الرابعة سيجعل الله بعد عسرين يسرى هذا الفرج حدوه ماء ما بدون لا مي ولا كهرباء ما بدون هاي بلاء وابتلاء مع ذلك ما عم نزو هذا بيسرق خزان وهذا بينزعله المتور لهذا وهذا يعبيه وهذا بركب حرامي وهذا والله بالدنيا كلها ما في يعني ما من نقول مساوية الأخلاق يا أخوانا الكرام من نخلص منا وإلا فنحن في واد والدين في واد أول شيء رزاق الله أخذتوا الجرعة الأولى لا تزعل إنه فلان معه مصاري المصاري مو كل شيء حكينا رزقنا عند الله نين كل شيء في الدنيا إلى زوال كل شيء في الدنيا إلى فناء فناء أين هو جدي؟ أين هو جدك؟ أبو جدك أين هو؟ أبو جدي أين هو؟ أروحوا على سوق الحميدية شوفوا الأرمات التي تتغير كل ثلاثة أربعة شهور ونوا أولاده بصير الولد وراح الأب ببيعوا له واحد تاني بغير الأرمة فناء حتى كمان في شيء ما كنا نحن نستوعبه لكن هل للآن واحد كان عنده بيت شو صار؟ فناء كل شيء فناء دنيا فناء عم ينزلوا الميت عم يموت قريب إله بعد سنة عم يرخصوه بإله نزلوا إله ما صر له سنة لك قل له ماشي ثني حتى الجمال يفنى ملكة الجمال شو بصير فيها؟ بعد أربعين سنة عجوز شمطاء وينو؟ فني المال يفنى بدنا نسأل عن شيء خالدا مخلدا وهو إما الجنة وإما النار اللهم إنا نسألك الجنة الرزاق الله الدنيا إلى فناء ثلاث حتى تريح حالك دوام اللي معه القلب يقول له الدينة بله الدراج بله الدخان بله هلا نعطيكم هذا لكل أصف لكل الناس لأنه هذا مرض حتى تقتنعوا لا توجع قلبك من مع من هو أعلى منك درجة في الدنيا بجعب قلبك والله يا أخوان أنا بدي أنصح الشباب طلاب الجامعة شوف واحد معه الفين وثلاثة وأربعة بتطلب كاسة شاية وقهوة خمسمائة ليرة هذا لا تعزب حالك معه النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع مين مع الصحابة مع الصحابة عاش مع الدرويش مع بلال مع أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل وحده ليش؟ مع البساطة متى ما بدك تشوفوا فلان والجاكيت الفلاني والحذاء الفلاني وأنت أبوك من مستوى معين وكرة الدنيا تنفتح الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب قد تأتيك الدنيا ألا موتا في شباب أتعبوا آباءهم هناك بنات أتعبن أمهاتهم أدهيه أدهيه ما أنا أده ذلك أنا بنصح الشباب الناس ما هم تعرف ما عندها خبرة بيجي الواحد بده يتزوج يا أخي هي العائلة يعني مستواهن المادي ممت لمستواكم بتتعبك هلأ بيقولوا السيارة الأميركي شبه هلأ عم تحكي مزبوطة بحسن اختصاصه لأنه محركات تصرف لذلك هي أرخص السيارات تصرف كتير دور على الدرويش في الدنيا انظر إلى من هو أدنى منك في الدين انظر إلى من هو أعلى منك مين عم يجي أول واحد على درس الخميس هذا شوفه ليش عم يجي بكير شو برنامجك اللي عم يجي على التهجد دائما اللي عم يحفظ قرآن اللي عنده برامج اللي عنده حلقات علم اللي بيصير مثل حكايتك هل فإنه أحرى أن لا تزدري نعمة الله عليك والله يا أخوان الكرام محبا بالفقر فقر هذا ما لا نريده ليس له مكان الفقر في الإسلام ما تعود هيك مع الناس اللي بجعولها كلبك في دول لا أريد أن أسميها الواحد بيروح بيتدين ليشرب فنجان ما بيسوي قهوة بسميه كوفي بمكان راقي حتى يشبع غريسته شو أخذك لني شو أخذك لني صدقوني مرة كنت ألاو أحد إخوان الكرام باحد الفنادق طلب فنجان قلت له قبل ما تطلبه ممكن أسأله للي أتحقوا الفنجان قالوا والله الفنجان حقه أربعين ريال أربعين يعني ستة آلاف ليرة قالوا الله يوفقك هناك مجال يعني ترجع لنا بعد نصها قالوا الأخ ومعي على الغرفة لك معي ربع كيلو قهوة نص كيلو قهوة قلت له الآن بشربك قهوة من هنا لعشرة أيام لماذا لماذا الاسراف لماذا 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 حقف نجان القهوة الله عز وجل بده يسألنا من أين اكتسبه وفيما أنفقه في ناسيك الحب يدفع لك ما معه ليش حتى يظهر أمام الناس أول شيء إيش الله الرزاق نين الدنيا إلى زوال ثلاثة لا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا ولكن انظر إلى من هو أدنى منك في الدين انظر إلى من هو أعلى منك سابق أنت وأخ هل من العطلة الانتصافية في مسابقة لحفظ سورة الإسراء والكهف للشباب مريم سابقه مريم والله أنا قلت له الإسراء بلاها لأنه تقيلة يعني سمع الكلمة شيخ سامير مونه شيخ سامير مون الكهف مريم بسيطة نافس في الصبح والله عايشين بنعم يا أخوان والله عايشين بنعم والله صحيح في شح في الماء وفي ندرة في الكهرباء الحمد لله عايشين بالشام بركة بقية السلف الصالح وإنها هنا قاعدون حتى يأذن الله بالفرش طيب أربعة تربية النفس على الاقتصاد وعدم التبذير والإسراف حكيتها هلا الآباء الأمهات في البيوت بس تقول له جبلنا جبلنا قال له والله مباريح جبت لك ما العرفان شو فيه عنده في البرات وين التدبير وين التدبير من كيلو كوسة وكيلو بيتنجان مع شوية برغل كان يساو أكلي كفيهم يومين الأم الآن الأم ما عم تعلم بنتها التدبير قبل ما ترسلها لزوجها جبلنا جبلنا معك بيتزا وجبلنا معك همبرغر تلاقي الواحد صار صار وزنه 120 كيلو ولسه ما صار عمره 25 سنين الهمبرغر والبيتزا ولل ولل جبلنا معك بالشاه ما في عنا فقر الفقر المتقع ما لموجود مع احترامي الشديد لكل الناس صدقوني والله ما يكاد يسمع فقيرها مغني بأن هناك من هو أفقر منه إلا يمشي في حاجتي قالوا معدك برغول هلأ بجبلك عمتدور على سمنة هلأ بجبلك رز هلأ بجبلك كل الناس في بيوتهم خيرات توزع في رمضان وفي غير غير رمضان طب موجود الخيرات قلت له أكلة السوق فلافيل من السوق إذا أربعة خمس صندوشات فإذا كنتحملي مع شيء من العصائر التي تسبب الأمراض ألفين ليرة وبدن دوا عشرين ألف صاروا اثنين وعشرين لأنه وين التقوى إن شاء الله نفكر كل الناس عندهم تقوى هذا فاتح الحمى مطلع وصار يكمل ألف لافيل ما غسل الإيدي هلا بيزعلوا اللي بيشتوروا بالفلافل الأم تتعلم بنتها تتعلم هل تصير الأكلة الفلانية والأكلة الفلانية والأكلة الفلانية مئة أكلة وأكلة مئة أكلة والله بلف بلفلهم صندويش معود ولا أشتري أكل من السوق ولا أشتري أكلم من السوق يعني ما عمسوق أخوان أداش عقصان البيض مو ألف وستمية لو كانوا خمس زلم وستمية بيض مئلي فوق منه رشية فلفل مع كاسة شاي ولا أشتري أكل من السوق ولا أشتري الاقتصاد نحن ما بنعرف الاقتصاد ولا سمعنا في الاقتصاد نبي عليه الصلاة والسلام تقول سيدة عائشة ما أكلنا أكلتين منذ قديمنا المدينة إلا وأحدهما تمرا حتى قبض رسول الله يعني برغل تاني يوم كواج ما في برغل تاني يوم تمر كواج تاني يوم تمر نحن على شو علم أولادكم صار الولد إذا بدي أقول لك مرحبا الصبح أقول لك أعطيني ميتين وإذا عندك ثلاثة ستمية وإذا الآغة كبر إلا صار في سادس ورابع وأي بدي ثلاثمية رفقاتي كل واحد عم يجيبوا ألف إيش وقعنا عندي مطبعة لفولهم صندويش الطعام الطاهر وأنت عم تلفي الصندويش صلي على النبي ودعي لهم بالبركة هكذا كنا الله يرحم الصفرطاص الاقتصاد في الإنفاق الاقتصاد هلها والله سألني أخ سؤال اللي بيجوز الوضوء بالبخاخ اقتصاد طبعا ما بيجوز بتوضل الواحد بكأس من الماء ومن البخاخ على صار بده اقتصاد كيلو الكعك نص كيلو كعك بالصين ما بيبيعوا بالكيلو يا بالقطعة مرة أخ اللي بالحز اللي بالحز مو بالحز قطعة البطيخ بيحطوها يكبه الشوكي كم واحدة ثلاثة أربعة خمسة اقتصاد ما عال أي مفتقر من اقتصد الأولين كانوا أعلم وأفقه بهذه الأمور اللي عم تتزوج جديد الله ينور عليكم جت القوة إسألوا أجيد شو معناتها يا الكهربا يا المي الله عز وجل نور علينا الله نور السماوات والأرض تصدو أخوان الكرام يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله بعدين هي الشجع الموجود عشر ربطات بالبر بالتلاجة شو بدق فيهم تقول تازى لشو عشر ربطات تقول تازى مرتفة تازى مشان توقف ربطة ربطين بالمعروف الله يوسع علينا أخوان لو ما ازدرينا نعم الله ما وصلنا له ما وصلنا له ما وصلنا له صدقوني اتمر بالبيت نيوني شعلي العظام شغال بالصيف مكيف ما بدنا ياهم وكله جغال ما بهم ياهلا ما عشفناها الكاربة المي افتحها لترؤد مرقله برميلين لحد الآن أنا براقب المي بالمي بالمسجد مراقبة حفيفة يعني بتابعها متل ما بتابع الأمور الهامة في المسجد صبح منضل منضل والأخوان الكرام واجهتوا عبينا لنصه عنا خمسين ستين برميل على صلاة الظهر افتاح الجامع بيليساة زراح ثلاثة ثلاثة ربعة المي فوت واحد على الحمام يقول لك أخي هون في الجامع بلاش شغل بضاء نعيدهم شو دول اللي نزرعون في القلب القناعة شلون بتصير إخوانا الكرام أول إيش الله هو الرزاق في القوة المتين الله يرزقنا من فضله نين شو تنين الدنيا الدنيا فانية لا تفاصل كتير لا تفاصل كتير خلص قل له شو بركة منك ثلاثة انظر إلى من هو دونك الله يبارك له حتى لو رحت وشفت أنا بنصحكم حتى الأخي اللي بيصاحبه خليه على قده قل لك أخي والله رفيقي ما في منهم بيوجع لك قلبك ما لذة العيش إلا صحبة صحبة الفقارة أربعة تربية النفس على الاقتصاد في الأنفاق وتمنى أنه الأباء والأمهات اقتصاد في كل شيء الله يرحم سمعت الشيخ أحمد كفتر كنت في المعهد والله الشيخ رحمي التوضى أنا جايب معي بشكير من البيت وقولي صلوا جهر معي يا رب الشيخ يتوضى وأخذ للبشكير الحيث الشيخ وقفت بالموضة شعلة نيوني والدنيا نهار قال لي يا ابني طفيها طفيتها قال لي هاي مثل الخبزة اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام قبلها للكهربا نعمة لو ما نشوف كل شيء نعمة اقتصاد في الانفاق وهلا بهذا الزمان ما بينكبشي لا بالطعام ولا حتى في الوسائل شوفاش منزوع بيطلح نحن أخي يجيب غيره يجيب غيره طلع على السقيفة وشوفوا الكركيب عند الشعب السوري حقه ألوف إذا عندك طائية من الأديمة اللي بتدفي بالشتة هدول شو هيا نعمة طيب خمسة الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى جعل التفاوت في الأرزاق لحكمة يعلمها سبحانه ليش هذا من بحباح لك عنده أب وأم وعنده أخ مريض بعدين هذا ما لك عرفان مثل ما قلت لكم في بداية الدرس هذا شكله حلو ومرته سيئة شو بنفعه جماله لا تنصر أنت للظاهر تاني عنده منصب لكن عنده ولد ذعاه أرزاق يا رب دخيلك يا رب يسلمنا الكفاف 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 على أدك بتصرف وبتاك وبتشرب وأبوك وأمك بتعطي حبايبك بزيد معك إرشين هاي الملايين الملايين بتوجي على الراس توجي على الراس وأثبت الزمن ذلك هلأ فيك تمشي بمليون تمشي فيه يا تهمي خبي لكن مليون هو شو مليون كان يقولوا مليونير لا مليونير ولا ملياردير هذا ما بشكل شي والأغنان يا الله من فضه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مين اللي أسمى الله في شيء الله بيعرفه هذا عم يعطي هذا الله عطاه ليعمر جامع هذا الله عطاه ليتكفى الأيتام أنت لو كنت مكانه ما كنت ساويت هذا لأنه قلبه رحيم حلص الله قال وَجَعْلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتِصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا بعدين شوفوا أخوانا الكرام والناس للناس من بدو ومن حضر الحضر ولا من بدو الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا مدير الشركة بحاجة للموظفين شو بلا بفتح شركة بلا موظفين أنت بحاجة لعامل الصحية اللي بدأ يجي من الريف وبحاجة للمهندس وبحاجة لمدير المكتب وحاجة اللي بيطبع وبحاجة بحاجة إليك الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا الله قسم الأرزاق الله يرزقنا من فضله آخر فقرة اليوم بعطيكم يا هل أن الوقت لم يعد يسعفنا سبحان الله مرت الساعة ولم نشعر بها هذا يعني متعة مجلس العلم الفقر والغنى ابتلاء وامتحان ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشري فقر نعلم نعلم تصبت كنا ببيت مئتين متر صارنا بغرفة مثل الأن امتحان امتحان راح الولد امتحان مرض امتحان هذا كله امتحان من الله الغنى امتحان تعطيه في واحد الزكاة تبعه مئة مليون إذا شافوا ناكده طلع مئة مليون بلاك ملاها وقع في المحظور امتحان الصوت الجميل امتحان سمعت عن الاخ كان منشد صار يغني ما عد عجبته الشغلة يعني شغلة عشرة الاف وخمسا عشرين الف شو صار بده يروح ياليل يقول ياليل ويقبض له خمسمائة الف ليرا هذا بلا الله يغنينا من فضله قناعة يا اخوانا الكرام اليوم ان شاء الله زرعنا القناعة في اهل القناعة الله يقنعكم بما رزقكم ويرزقكم الطيب من الدنيا ويرزقنا الطيب من الاخرة واجمعنا على رضا وتقوى يوم التانين مركز قيم في عنا محاضرة للدكتور ايمن الشوة هذا احد العمالقة في البلد عنوانا روائع الاعجاز اللغوي في القرآن تمنى كل كون تحضروها انا بدي احضرها وفي عنا مسابقة في العطلة الانتصافية بس بده يخضع على امتحان مشان سورة الكهف ومريم للشباب والناشئة وفي مسابقة في لامية ابن الوردي يا الله حفظتها مذ كنت صغيرة ايه صار الوقت تلحق معك سيدنا يلا الله ايه التانين الساعة ثلاثة هلا دائما انتم ارجعوا للصفحة ساعة ثلاثة اما المسابقة طبعا سورة الكهف ومريم مسابقة لامية ابن الوردي هي مية وسبتعشر بيت حفظتها مذ كنت صغيرة وحفظتها لكل اخواني مطلعها ابن الوردي جمع الحكم الحكم الموجودة في القرآن الكريم وصاغها شعر مطلعها اعتزل ذكرى الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبى فلأيام الصبى نجم أفل يقول ايضا في الابيات ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل قاطع الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل أبيات ولا أجمل وسهلي حفظتها وتجعل الإنسان بالعربية في لجنة يعني بالمركز فوق بلنا أولاد نحسن ما يعدوا في البيت وتقدم مجانا يعني الكتيب والأول والثاني والثالث لهم جائزة إن شاء الله تعالى وإلى أذان العشاء ترجمة نانسي قنقر